فعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اختباراً صعباً جداً ربما الأصعب منذ بداية ولايته فما المسؤولون في الحرس الحدودي الأمريكي توقعوا وصول ما يقارب على مليون مهاجر إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام تحدثت المصادر ذاتها عن عبور أكثر من ستة ألاف مهاجر خلال بعض الأيام والمعضلة الأكبر تكمن في التعامل مع تدفق الأطفال بمفردهم من دون مرافقين ففي فبراير الماضي أوقف مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي نحو 9500 طفل غير مرافق وإن أصابت التوقعات ببلوغ الرقم مليون مهاجر بالفعل فسيعكس ذلك ذيادة على مماثلة شهدتها الحدود عام 2019 تحديداً وتم خلالها احتجاز 980 ألف مهاجر أمام الأزمة سعت الإدارة الأمريكية إلى طمأنة والطمأنة بشأن سياستها حيال الهجرة حيث شددت إدارة بايدن على تطبيق القانون فيما يتعلق بملف الهجرة ودعت المهاجرين إلى عدم التوجه إلى الحدود لكن التطمينات لا توقف سيل الاتهامات من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضاً لإدارة بايدن بأنها أوحت بحرية تجاوز الحدود الجنوبية للبلاد بما من شأنه أن يخرج الأمور عن السيطرة لصورة أقرب معنا من واشنطن مرسلنا مجدي يازجي مجدي إذن أكثر من 6 ألف مهاجر عبر الحدود في أسبوع ماضية منتظر أن يصل الرقم إلى مليون كيف تتعامل واشنطن بحزبيها وإدارة بايدن مع ما يمكن أن يحدث على الحدود الأمريكية كارولينا تدرك الإدارة الحالية أن ملف الهجرة غير الشرعية هو التحدي الأكبر والأخطر عليها داخلياً لذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكل هذا الملف إلى نائبته كمان لهارس للتعامل معه وآخر استطاعات الرأي أظهرت أن داخل الأمريكي يعني ليس لديه أي قبول تجاه الإسلوب الذي تستخدم الإدارة الحالية في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية 37% فقط من الأمريكيين راضون على الطريقة التي تعمل فيها الرئيس بايدن مع ملف الهجرة غير الشرعية هذا من ناحية من ناحية الحلول بايدن يفكر بالتعاون الحثيث والوسيق واللسيق أيضاً مع المكسيك الجارة الحدودية وهو يعتبر أن المكسيك بيدها مفاتيح الحل لكبح جماح الهجرة غير الشرعية القادمة من السلفادور وأيضاً من هندوراس وكذلك جواتيمالا هذه الدول هي التي تشكل المنبع الأساسي للهجرة غير الشرعية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية هذا من جهة من جهة أخرى أيضاً هناك من يقول أن هذه الأزمة هي ليست أزمة وليدة الأشهر القليلة الماضية التي دخل فيها رئيس بايدن إلى سدة الحكم في البيت الأبيض وهي أزمة تعود إلى سنوات ماضية وبالتالي هناك من يشير إلى توظيف سياسي من قبل الجمهوريين لهذه الأزمة وبالتالي وضع الإدارة الحالية إدارة رئيس بايدن تحت الضوء بما يخص ملف الهجرة غير الشرعية لأنه ملف شائك ومعقد جداً وتوظيفه سياسياً لمصلحة الجمهوريين تحديداً في الانتخابات المقبلة الانتخابات النصفية في عام 2022 وهذا ما شهدناه في الرحلة الأخيرة لمجموعة من السيناتر الجمهوريين إلى الحدود وكان يترأسهم السيناتر الجمهوري البارس تيد كروس لتصليد الضوء على هذه المشكلة التي تعتبرها بالفعل مشكلة كبيرة وتعود إلى عشرات السنين ليست محصورة فقط بالإدارة الحالية شكراً جزيلاً لك على هذه الرسالة من واشنطن مرسلنا مجدي يزيج شكراً لك اشتركوا في القناة